يشكل لبنان ملاذا آمنا لعدد كبير من السوريين الهاربين من ويلات الحرب الدائرة منذ سنتين إلى جانب الأعداد الكبيرة من النازحين نجد أيضا الطبقة الميسورة التي تملكت في لبنان بشكل لافت في السنتين الأخيرتين وفي قراءة بالأرقام الرسمية يتضح أن نسبة تملك السوريين كانت أعلى في محافظتي جبل لبنان وبيروت في محافظة البقاع تملك السوريون 64 عقارا موزعين عقاران بقاع غربي 4 بعلبك 1 رشية 57 زحلي محافظة الجنوب تملك السوريون فيها 14 عقارا موزعين كالتالي عقار في جزين عقاران في قضاء صور 11 عقار في قضاء صيدة في محافظة الشمال تملك السوريون 127 عقارا موزعين كالتالي 16 بترون 12 كورة 1 بشري 1 صغرتة 95 طرابلس وعكار 2 محافظة النبطية مجموعة تملك فيها 3 عقارات أما بيروت فمجموعة تملك 424 عقارا محافظة جبل لبنان سجلت الرقم الأعلى وهو 665 عقارا مسجلين باسم سوريين وموزعين كالتالي الشوف 27 المتن 286 بعد 105 جبال 16 على 130 وكسروان 101 وعليه المجموعة الكامل يكون 1297 عقارا موزعين على 1018 طلب تملك إذا أخذنا على مطوصة شقة 150 متن مربع على شقة المساحة المنبيعة تطلع بحوالي 783 شقة مبيعه بالفترة للسوريين ما نحكي بتملك غير السوريين هذه المسجلة أما غير المسجلة فممكن يوصل لعدد مضاعف أثرت بتلاكس سلما أول شيء كلفة ترفع أسعار إيجارات على اللجيين وعلى اللبنانيين وبترفع أسعار العقارات المتواصلة والصغيرة على اللبنانيين وغير اللبنانيين فبالتالي هذا الموضوع بيحتاجة تدقيق جيد له أثار اقتصادية واجتماعية يمكن ينعكس حركة سيولي في لبنان ولكن بالمقابل كيف يوجد جزء إيجابي منه أنه حركوا قطاع العقارة حركوا قطاع التجاري في إطار محدود حسب هذه الأرقام ليس هناك مخالفة في النسب المسموح بها لتملك الأجانب أو غير اللبنانيين ولكن هذا الرقم مرشح للزيادة وانعكاساته على الواقعين الاقتصادي والعقاري مرشحة لأن تكبر من هنا ضرورة متابعة الموضوع عن كثب لأن زيادة الطلب تعني زيادة حاجة الاستهلاك التي ستؤدي إلى زيادة بدل الإيجارات وترفع أسعار العقارات